دام أمينا قصتك إيه؟ أنا منفصلة من 2017 ولحد دلوقتي ما حصلتش على نفقة من جوزي أولادك قدية؟ عندي تلات أولاد ابني كبير في سنوية عامة وبنت تاني 13 سنة وبنت 9 سنين يعني ما فيش أي حاجة تلزمه إن هو يدفع فيه تلاعب في الدفع جوز عدريتك كان بيشتغل إيه؟ هو صاحب شركة يعني صاحب شركة كبير وصاحب سجل أعمال كبير وحصل الانفصال بالتراضي بس كان الشرط الوحيد إن الأطفال ما لهمش زمن وكان شرطي برضو الوحيد إن ده بابا الأول والآخر ده بابا ما تتحرموش من بابا ولا ماما أنا مش أحرمك من أولادك وليك إن أنت تاخدهم ويباتوا معاك وده بابا وحتى في حفلات المدرسة بابا بيبقى موجود حلوة لأن أنا في الأول والآخر يعني أنا بربيهم علشان يبقى صحاق نفسية كثير كارسة اللي حصلت لهم فأنا كمان مش هحط عبق عليهم وأنا مش واخدى بالي إن أنا لو زرعت كره فيهم لبابا اللي هو ده أول حاجة بالنسبة لهم إن أنا هيتفجروا بعد كافشي وهيتعقدوا نفسيا فأنا لازم أبقى فهم البعض ده كويس قوي إن أنا بربي كمان لنفسي وليهم قبل ما بكون بنتقم منه والموضوع مش انتقام الموضوع حقوق حق شرعي وحق إنت ربنا خلاك بابا علشان خاطر تصرف عليهم بس هي دي الفكرة كلها طيب التلاعب ليه؟ أنا طبعا مع القانون الجديد طبعا لأن يعني بابا يعيش حياته وكل حاجة تمام والأطفال هما اللي بيضيعوا طب قوليلي قصة النفقة يعني شرحيلي بالضبط بما إن العلاقة جيدة وبما إن ده بابا وكل الكلام ده لأ مع هما أنا أقول لحضرتك مع الجزء الآخر مفيش احترام للأنا اللي حصل اللي هو ده بابا وملكوش دعا بالجزء ده خالص الجزء المادي ده أو جزء الانفصال ده ملكوش دعوة بيه يعني انتو ملكوش دعا بالجزء الانفصال ده خالص أيوا هو ما بيتفعش ليه يعني نوع من أنواع أنا هعيش حياتي اتفقتوا على كم مثلا نفقة؟ ثلاث أولاد ساعتها عمل عقد عرفي يعني كان فيه خلافات عند المأزون قال أنا مش هتفع أزياد من ربعمائة جنيه نفقة لكل طفل ده بالمسكن للسنوية عامة للمأكل والمدارس وكل حاجة بس لما يعوزوا حاجة أنا موجود وهجبها لهم طبعا أنا صدقته لأن ده برده يعني ألف ومتين جنيه للتلاتة فطبعا أنا مقدرتش بشغلي ومقدرتش بحياتي يعني بجد لو كنت قدرت أنا مش عايزة منه حاجة لأن في الأول والآخر لو أنت مش بابا هتقوم بدورك يعني مش عايزة منك حاجة أنا في الأول والآخر بجد بجد كثير كرسة اللي حصلت لولادي كفاية الإنفصال ده لوحده يعني التفاكك والأسري ده عملي أنا تعب نفسي طب الولاد كبار منهم حد كبير الولد أكبير آه ما بيرفاش سمعت تيفون على الأبوي يقول له بابا إحنا عايزين فلوس ماما مش هتقدر تدفع الحاجات دي ده فعلا بيحصل وبيقول له أنا في سنوية عامة ومحتاج دروس ومحتاج كذا آه الأب يقول له أنا مش معايا مش هتديك طب أعمل إيه في الحالة دي اللجأت طبعا للقضاء لجأت إن الولد كبير وعنده 18 سنة دلاتي مطلع بطاقة فلجأ إن هو لأ أنا هاخد دروسي أنا ضعت أنا ضعت طب أنا هعمل إيه حضريك يعني بلاتي لما يبقى فيه رأيي مثلا بيتكلم بيقول إن إحنا مش هنغلز العقوبة طب إحنا نعمل إيه نضيع الأولاد نشردهم يعني إحنا صعبان علينا الأب اللي مش هيروحي البيزة بتاعته تشتغل أو حاجة تشتغل والأطفال دول يتشرده أو الطفل الولد الكبير ده مثلا يلجأ للانحراف والسرقة وسوري يعني يتاجر في المقدرات عشان قاطر يعيش وشايف مامته عملة تطحن مع أخواته عشان إحنا نقول لا رفقا ببابا طب ما بابا يقوم بدوره ما هو لو بابا قيم بدوره ولو بابا بيدفع اللي عليه إحنا مش هنتكلم إحنا مش عايزين ده بالأول وآخر إحنا مش عايزين الانتقام إحنا عايزين العدل بس ترجمة نانسي قنقر